لكن الإعلام المغربي الحقيقة أنا يمكن اتنين من الأصدقاء المغربة الأعزاء علي جدا الدكتور منصف الياسجي ومصطفى حرمطالة والتنين أهلوية جدا والتنين من البداية من الأول ما الأهل يهتم ببدر بنون بعتولي مسجدات الأهل هيضم لاعب مهم جدا هيفيدوا كتير وكلامهم الحقيقة عن بدر بنون ما اختلفش حتى عن أرائل صحفين المغربة كلهم في قيمة هذا اللاعب وسرعة اندماغه ونطق شخصيته هنشوف اتنين من الإعلامين المغربة أيضا الإعلام المغربي علي بالعياش رأيه ايه في بدر بنون مع الأهلي وأداءه مع الأهلي حتى الأهلي فيما يخص اللاعبين المغاربة لاعب بدر بنون مع فريق الأهل مصري هذه ليست في أول مرة أن اللاعب مغربي يحترف بالدولي المصري كان عفو لي أن أيضا الدول المغربي دولي ينتج ويعطي لاعبين لمن ليس فقط على المستوى العربي ولكن أيضا على المستوى العالمي بصفة عامة بدر بنون أباني عن المستوى لحتى على أقل مستوى رائع أو جيد مستوى مستحسن ولكن تمنوا مع مرور الدورات ومع مرور الأشهر بشير تاقي المستوى ديالو لأنه ما ننسوه لأنه اللاعبين المغاربة لمن روح الدولي المصري كلهم خلوا البصمة ديالهم ولا من حيث الأخلاق أولا ولا من حيث السلوك ولا من حيث التقنية ولا كذلك من حيث التقافية وبالتالي أعتقد أن اللاعب بدر بنون ما زال يطور المستوى ديالو خصوصا على المستوى التقطية الدفاعية بالرغم المستوى الذي ظهر به مع فريق الأهل المصري وصابقا مع فريق الرجاء الرياضي وكذلك مع المنتخب الوطني المغربي لللاعبين المحليين على أين المبروك لفريق الأهل المصري باللقب المركز التالي في كأس العالم للأنديا لتقتمات بحاصمة القطرية الدوح يعني علي بالعياش يهني النادي الأهلي ويوضح أن بدر سيقدم الكثير وله فرص كثيرة بإذن الله لإضافة مزيد من البطولات مع النادي الأهلي ولكن كل دول تكلموا على بدر وعلاقته بالنادي الأهلي